يتضاعف أنين اليمنيين في اللحظة اليمنية الجريحة والحساسة يقولون كلمات كلها ألم ويطلقون آهات احتجاجا على السقم وفي تقاسيم وجوههم خيبات الزمان والمكان ولهم أياد تلتصق ببعضها بدافع الحيرة مرة وبدافع العجز مرة أخرى بحسب متابعين لم يهدأ للحكومة اليمنية بال إزاء معاناة الشعب تطلق التصريحات والتغريدات لكنها تغرد خارج سرب أوجاع الشعب وباتت جزرا معزولة البعض من وزرائها ناطق باسم الديوان الملكي أكثر من كونه ضمن دولة الجمهورية اليمنية العملة النقدية في اليمن تنهار والوضع المعيشي حول يوميات اليمنيين الاعتياتية إلى جحيم بلا نهاية بينما وضعت الشرعية أعصابها في حالة من البرودة وتصرفت كما لو أن ما يحصل لمواطنيها يخص شعبا آخر لم تفكر الدولة اليمنية بالمتاحات ولم تضع خطة طوارئ تجابه بها هذا السير غير المعقول للاقتصاد اليمني الذي يرتطم بين لحظة ولحظة برؤوس الذين أصبحوا بلا دخل وبلا أمان اجتماعي وبلا حياة لمسارات متعددة ابتكرتها الشرعية لإنقاذ الشعب ولا تطالب التحالف بالوفاء بتعهداته أمام العالم ومن بين تلك التعهدات التخفيف من الأزمة الإنسانية ولم تتخذ تدابير الاقتصادية العاجلة والضرورية بدلا من البقاء الآثم في مقاعد الفرجة خبراء اقتصاديون يرون أن ثمة متاحات كثيرة لدى الحكومة من شأنها تحسين إرادة الدولة إذا توفرت الإرادة السياسية التي تنتج قرارا سياسيا من بين تلك المتاحات تصدير حوالي 150 ألف برميل نفط خام متاح في كل من صافر ومأرب والمسيلة بقيمة 12 مليون دولار يوميا من المتاحات الاقتصادية أيضا تصدير حوالي مليار قدم مكعب من الغاز المسالي يوميا من مأرب عبر بلحاف شبوى إلى جنوب شرق آسيا وكذا حوالة المغتربين على طريق البنك المركزي فقط وهي تقدر بحوالي 6 مليارات دولار سنويا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر